وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على سلامة وصحة العمال في بيئة العمل وفي تصريح له أكد سعدة سيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تعزيز الجهود الوطنية في الظروف الراهنة للحد من انتشار الجائحة من خلال رفع مستوى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مواقع العمل وذلك لضمان حماية العمال وتأمين سلامتهم عبر اتباع التعليمات الصحية وعدم التهاون خلال هذه الفترة الاستثنائية حثاً أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص على المحافظة على مستويات الإنتاجية مع توفير كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحد من انتشار الفيروس في صفوف العمال أو في محل سكنهم عبر اتخاذ إجراءات إدارية تتمثل في الحد من تجمع العمال في المناطق محدودة الساعة والالتزام بترك مسافة الأمان وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتوفير وسائل الحماية لهم المتمثلة بتوفير جهاز لكشف درجة الحرارة فضلاً عن توفير أدوات التعقيم في الأماكن الظاهرة في مواقع العمل وعند المداخل وغير ذلك من التدابير التي تسهم في الحد من انتشار الجائحة ترجمة نانسي قنقر